الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اتبع هداه إلى يوم الدين والسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم شريعة نور والذي أتيكم على الهواء مباشرة ضيفنا في هذا اللقاء بما شاءت الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأنزي أهلا وسهلا بك فالسيح حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات استمعينا في كل مكان لا زال حديث الشيخ جزاء الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح المخاري يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة صلاة الكلمة الفضل الشيخ حسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله أما بعده فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام على الأحاديث التي يعقدها رحمه الله تعالى تحت مجموعة من الأبواب وما زلنا في كتاب الصلاة قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم أوى لكلكم ثوبان اجتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث قوله أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم وها هنا قاعدة أذكرها وهي أن إبهام الصحابي لا يضر بخلاف إبهام الراوي الذي دون الصحابي فراوي الحديث الصحابي إذا صح الإسناد إليه ففي قول جماهير أهل العلم أن إبهام اسم الصحابي لا يضر وجهالة الصحابي لا تضر كذلك ذكر الإسم أو إبهام يعني اسم الصحابي في داخل الحديث ولذلك لا يضر ولله الحمد والمن الوجه الثاني فيه جواز الصلاة في ثوب واحد وإن كان الأفضل أن يصلي في ثوبين يعني إزار ورداء فإن لم يجد التحف بثوب واحد وستر ما بين السرة والركبة الوجه الثالث دل الحديث على ما كان عليه الصحابة من شظف العيش وقلة ذات اليد وما كانوا عليه من يعني الحاجة كما هو ظاهر الحديث قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء اجتمل هذا الحديث على مسألة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي المصلي في الثوب الواحد وليس على عاتقه شيء يعني كأن يصلي مثلا بإزار فقط وليس على كتفه منه شيء وهذا الذي يسميه العلماء بالاجتمال بالثوب الواحد الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا لما رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي ملتحفا أي ملتفا به كاللحاف على جسده قال له لا تشبه باليهود ومن لم يجد منكم إلا ثوبا واحدا فليتزر به والمقصود بأن إذا ستر المسلمة بين السرة والركبة صح ذلك الأمر الثاني فيما يتعلق بالنهي العلماء حملوه على الكراهة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم ومنهم من ذهب إلى وجوب ستر العاتقين أو أحدهما قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه هذا الحديث أيضا يأتي ضمن السياق الذي نحن فيه وهو أن صلاة في الثوب الواحد جائزة والمقصود بالثوب كما ذكرت إما الرداء وإما الإزار وإما ما يسمى بالمصطلح المعاصر الشرشف مثلا وهذا لا كرهت فيه على أن يضع على كتفيه منه شيء ولا شك بأن الأفضل والأكمل والأحسن هو مما أمر الله جل وعلا به في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أن يلبس الإزار والرداء طبعا نحن الآن في زماننا نلبس الثياب هذه الثياب تسمى الثياب هي تسمى القميص في المصطلح الشرعي القميص هو الثوب وهي الثياب أو يلبس مثلا البنطال مع القميص إذا كان فضغاضا واسعا هذا كله الحمد مما هو يعني مشروع لأن الإنسان يتجمل به قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصر فقال ما السراء يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرقت قال ما هذا الاجتمال الذي رأيت قلت كان ثوب يعني ضاق قال فإن كان واسعا فالتح به وإن كان ضيقا فاتزر به اجتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث قوله في بعض أسفاره جاء التصريح بهذه السفرة وأنها غزوة بواط غزوة بواط قوله فاشتملت به أي أدرت الثوب على بدن كاملا هكذا الاجتمال يعني قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام ما السراء يا جابر يعني ما سبب سيرك بالليل يا جابر لأن الإسراء أو السير في الليل يسمى سراء السير في الليل يسمى سراء قوله قلت كان ضيقا يعتذر جابر رضي الله عنه أن الثوب كان ضيقا الوجه الثاني في الحديث بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد إن لم يجد غيره والوجه الثالث فيه أن النهي عن الصلاة في الثوب الواحد إذا كان الشخص لديه ثوب آخر أما إذا لم يكن لديه إلا هذا الثوب فلا كراها فلا كراها لما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام الوجه الرابع فيه كراهية الصلاة بالالتفاف بالثوب الواحد واجتماله إذا كان عنده ثوب آخر كما ذكرنا وأيضا إن لم يكن فيضع على عاتقه منه شيء على عاتقيه أولا فإن لم يمكن فعلى أحد عاتقيه الوجه الأخير فيما يظهر والله أعلم أن العل في النهي عن الاجتمال لأن لا يسقط الثوب إذا سجد أو ركع فتظهر عورته وشيء من هذا القبيل كما نص على ذلك أهل العلم وعن سهل رضي الله عنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاقد أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعنا رؤوسكنا حتى يستوي الرجال جلوسا اجتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام الوجه الأول شرح مفرداتي وألفاظ الحديث قوله أعاقد أزورهم الأزور جمع عزار وهو ما يرفه الإنسان يعني أسفل جسده يسطر عورته إلى ركبتيه وفي أعناقهم أن يعقدون في أعناقهم من ضيق تلك الأزور كما يفعل الصبيان أو كما يفعل بالصبيان لا ترفعنا رؤوسكنا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقع تقع أبصارهم على عورات الرجال الوجه الثاني فيه ما كان عليه فيه بيان ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من قلة ذات اليد والحاجة والشضف العيش وبعضهم لم يكن لديه إلا ثوب واحد لكن هذا لم ينقص من قيمتهم وقدرهم وفضلهم عند الله سبحانه وتعالى ولذلك الله تعالى اصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الوجه الثالث فيه وجوب ستر العورة في الصلاة وخارج الصلاة وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة أما إذا لم يجد إلا ثوبا واحدا فيستر ما بين سرته وركبته وإن أمكن أن يلف شيئا من ثوبه على عاتقه فهذا هو الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام الوجه الأخير فيه أن الرجال أن النساء كنا يصلين مع الرجال في المسجد ولذلك أمرنا بانتظار الرجال حتى يستووا قاعدين من السجود وكان بلال رضي الله عنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للنساء لا ترفعنا رؤوسكنا حتى يستوي الرجال جلوسا وذلك خشة رؤية عورة الرجال لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد بارك الله فيكم أفضل شيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقام التواصل مع البرنامج من داخل الدول يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة الصلاة أخ محمد فضل نعم تفضل أخي محمد على هو شيخ سيف الحال حياك كلا الله يبرك تفضل أخي محمد الله يسلمك عندي سؤالك لو تكرمت شيخ أنا قبل صلاة الفجر يعني بست سبع دقايق لأن المسيد بعيد أتسنن في البيت وأحرك أروح المسيد ومرات تطوفني ركعة فشو الأفضل أصلي أسير ألحق على ركعتين وتسنن هناك عقب الصلاة ولا لسوي أنا صح إن شاء الله إزاك الله إزاك الله خير أخ محمد تسمع شاء الله الرد عيك الله نجبي فضل الشيخ أسوال لخم محمد يقول إذا أنه اعتاد أنه في قبل صلاة الفجر يصلي السنة راتبة قبل الذهاب إلى المسجد ثم يقول أذهب إلى المسجد فتفوتني يقول أول ركعة في هذه الحالة يقول هل ما أفعله صحيح أو يقول الأفضل أن أذهب وأدرك الصلاة كاملة مع الإمام ثم أصلي الراتبة بعد صلاة الفجر الحمد لله لا شك بأن صلاة السنة سنة الفجر القبلية في البيت أفضل وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام لكن إذا كان هذا يسبف فوات ركعة مع الإمام أو حتى تكبيرة الإحرام فالواجب عليه أن يصليه في المسجد مدام أنه قد اعتاد ذلك وعرف من حاله بأنه ستفوت وركعة كاملة كما ذكر الأخ السائل الفاضل فإنه لا يصليها في البيت وإنما يصليها في المسجد أو أنه يرتب حاله بحيث يستيقظ قبل الوقت مثلاً ويصليها في يعني بحيث يصليها في المسجد على أن يدرك يعني التكبيرة تكبيرة الإحرام مع الإمام حركة الله فيكم أبو علي تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو علي بحيث يصليها في المسجد جماعة وإذا يصلي المغرب هو الجماعة وأساساً هم أصلي العصر الخلفه نفس الشيء برضو قال لينا ما كنت أصلي العصر داري أصلي المغرب بعد أنه أصلي العصر حكيت لهم من عندي قلت له نحسن كل واحد يصلي لحاله لأنه أنا بعرف أنه الترتيبة من الصلاة صلوا العصر بعد ذلك صلوا المغرب وأنا صلينا كل واحد لحال هل اللفته هذا صحيح يعني تقصد أن الإمام لم يصلي العصر ويريد أن يصلي بكم إماما آآ صلوا العصر يعني عرفتها قلت له لا أحسن تصلي العصر واللي واجه عنده حتى هو ما صلي العصر آآ الاثنين يعني قلت له نصلي العصر بعد ذلك صلي المغرب آآ أحسن كل واحد يصلي لحاله يعني صلينا منفردين في المسجد هي غرفة يعني نعم نعم إن شاء الله زاك الله خير وعلي تسمع عشاء الله الرد أخامين فضل السلام عليكم أعكم السلام ورحمة الله وبركاته حياتك الله خامين تفضل الله يحييك آآ شايف صالي بخصوص المولود الجديد في بعض آآ أشياء العرفة هي السنة وبعض الأشياء هي غير سنة مثال أشياء لسنة آآ تسمية الولد آآ والختان والعقيقة والأشياء اللي هي حسب معلمي غير سنة مثلا الأذان و في إذنه اليمنى والحنكة مثلا وحلق الرأس والتصدق به الزهب وفضة فإذا قمت بهذا الأشياء وما قمت بها هل في أي شيء عليك زاك الله خير الله أحفظك خامين تسمع عندي كمان سؤال تفضل تفضل نعم سؤال ثاني بخصوص العقيقة نفسها آآ للذكار طبعا في شاتان طيب إذا كثروا المعازيم هل في إشكال مثلا إذا زودنا شاتان أو رابعة ولا الأفضل بس انتم على شاتان نقلل المعازيم إن شاء الله وآخر سؤال شيخ آآ أنا أخوي كمان نمت بإن شاء الله على مولود جديد خلال أسبوعين ثلاث فإذا أجلت آآ العقيقة آآ سوي أنا وأخوي عقيقة مع بعض مثلا لأن المعازيم تقريبا واحد بس نفس الشيء أنا شاتان وهو شاتان مثلا لو وجدت له بنت شاع هل في إشكال في تأجيل العقيقة كم من أسبوع إن شاء الله ذاك الله خير الله أحفظك خامين نجد بفضل شيخ سؤال يقول أنه صلى أو يقول دخلنا في مصلى العمل فيقول وجدت شخص تقدم ليصلي إماما بنا لكنه لم يصلي المغرب يريد أن يصلي لم يصلي العصر يريد أن يصلي بين المغرب إماما وأيضا كان معي أيضا يقول شخص كذلك يقول لم يصلي العصر يريد أن يصلي المغرب فقلت لهم الأفضل أن تصلي العصر أولا ثم المغرب فكل الشخص يصلي لوحده تبدأ يعني تبدأ هنا بصلاة العصر ثم المغرب فيقول كل شخص صلى لوحده الحمد لله أولا بالنسبة لمن فاتته فريضة وخرج وقتها فالواجب عليه في الراجح من قول أهل العلم أن يرتب بين الفوائد فمن فاتته صلاة العصر حتى خرج وقت صلاة العصر ودخل وقت صلاة المغرب أنه يأتي بصلاة العصر أولا وقد أحسن الأخ السائل حين موجه الأثنين إلى أن يصلي العصر كل واحد يصلي لوحده ولو أنهما صلوا صلى يا جماعة لا حرج في ذلك لأنه قد فاتتهما صلاة العصر ففعل الأخ الفاضل صحيح ولأن الترتيب بين الفوائد واجف الراجح من قول أهل العلم قد فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق حينما يعني أشغلته العرب وقريش عن صلاة الظهري والعصري والمغربي وصلاهما بعد صلاة المغرب مرتبة الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب ثم العشا بارك الله فيكم من يقول بالنسبة للمولود الجديد يقول الذي يعرف أنه من السنة يسمى المولود وأيضا يقول الختان كذلك يقول العقيقة هذه من السنة والأمور التي ليست من السنة الأذان والتحنيك وحلق شعر الرأس والتصدق به يقول هل هذه المعلومة التي عندي صحيحة الحمد لله بالنسبة لأحكام المولود صنف العلماء في هذا مصنفات كثيرة ولذلك أنا أنصح الأخ الفاضل باقتناء تحفة المودود هذا جميل هذا الكتاب عظيم وجميل وفيه ذكر أحكام المولود مأخوذة من الكتاب والسنة وأيضا من آثار الصحابة بالنسبة لأحكام المولود وردت فيها أحاديث مقسمة إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أحاديث صحيحة والقسم الثاني أحاديث حسنة والقسم الثالث أحاديث ضعيفة وموضوع أما الأحاديث الصحيحة فمن جملة ذلك والتسمية فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتسمية المولود وكلما أجل بالتسمية فهو أفضل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ولد الليا الليلة مولود سميته باسم أبي إبراهيم فسماه مباشرة عليه الصلاة والسلام والأمر الثاني ما يتعلق بالأذان في أذن المولود هذا وإن كان ورد في حديث ضعيف إلا أنه محتمل للتحسين وقد حسنه جمع من أهل العلم من أهل الصناعة ولذلك لبأس بالأذان في أذن المولود المسألة الثالثة التحنيك قد صحت بهذا الأحاديث لقد كان الصحابة رضي الله عنه مئتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصبيانهم يحنكهم والتحنيك هو أخذ تمرة أو شيء مثلا مثل العسل ودلك موضع الأسنان وهذه المسألة حقيقة من العلم من يقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن أهل العلم يقول نعم لأن العلة هنا أو الظاهرة بأنها ليست تعبودية محظة وليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن أحكام المولود حلق الشعر والتصدق بوزنه وهذا مروي عن فاطمة رضي الله عنها وفعلت هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فكان سكوته إقرارا عليه الصلاة والسلام كذلك مسألة العقيقة وهي ذبيحة تذبح في اليوم السابع إن أمكن إن أمكن عن المولود وعن الذكر شاتان أو شاتين وعن الأنثى شات هذا بالنسبة للعقيق طبعاً ذكرنا حلق الشعر والتصدق بوزنه فضة هذا الذي ورد عن فاطمة رضي الله عنها يعني هذه تقريباً بعض أحكام نعم الختان واجب بالنسبة للذكر مكرمة للنساء ولذلك ما عندنا سن معينة في مسألة الختان وإنما يرجع فيه إلى مصلحات المولود بارك الله فيكم منفض الشيخ وأحسن الله إليكم أيضاً يقول بالنسبة للعقيقة للذكر يقول شاتان وإذا كان هناك يعني المعازيم يقول الكثر هل يجوز أن أذبح أكثر من ذلك؟ الحمد لله الجواب نعم فيكون إذا كان الأخ الفاضل يقول أنا سأدعو عائلتي وأهلي وأقربائي وأصدقائي والعدد كبير لا يكفيهم شات واحدة مثلا أو شاتين مثلا لا بأس بالزيادة فتكون العقيقة وافقت القدر الشرعي إذا كانت أنثى واحدة وإذا كان ذكرنا نثنتان وما زاد فهو من الضيافة بارك الله فيكم منفض الشيخ أيضاً يقول هل يجوز أن أخر العقيقة إذا كان يقول أخي أيضاً سيرزق بمولود في القريب فيقول أذبح العقيقة عقيقتي مع عقيقة أخي ويقول لنا المعازيم هم نفسهم الحمد لله نعم يجوز فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل غلام مرتهن بعقيقته والغلام هنا الذي لم يبلغ لهذا أخذ منه العلماء على أن العقيقة تنتهي بالبلغ هكذا نص كثير من أهل العلم على هذا أخي الفاضل لا بأس بأن تؤخر عقيقة ابنتك أو ابنك إلى أن يأتي المولود لأخيك حتى تجتمع وتذبح العقيقة في وقت واحد خاصة أنك ذكرت بأن هناك عدد كبير من الضيوف لا حرج في ذلك لكن لا بد أن تعلم أن تفوتك السنة أفضلية يعني العقيقة في اليوم السابع أفضل أوقات فإن لم يمكن ففي اليوم الرابع عشر فإن لم يمكن ففي اليوم الحادي والعشرين وبعد ذلك تبقى سنة إلى البلغ فارك الله فيكم أفضل شيخ وأحسن الله إليكم نعود إلى الرسالة النصية للغصيرة يسأل عبر الرقم 6688 يقول هل أجوز أن أتوضى وقبل غسل الرجل أغسل أسناني بالمعجون وبعدها أكمل غسل الرجل الحمد لله يعني السائل يقول بأنه يغسل أسنانه بعدما ينتهي من مسح رأسه نعم قبل غسل الرجل قبل غسل الرجل عموما أخي الفاضل يعني السؤال لماذا هذا الفعل هذا هو السؤال لماذا من أهل العلم من ذهب إلى أن الموالاة فرض من فرض الوضع وهذا الذي دلت عليه الأدلة والموالاة هي أن لا يترك عضوا حتى ينشف الذي قبله في الوقت الاختياري وتعلم بأن الناس يختلفون في مسألة يعني استعمال فرشات الأسنان فمنهم من يمكث دقيقة دقيقتين ومن من يمكث عشر دقائق فيخشى على وضوئك من هذا فأنت الآن بالخيار إما أن تفرش أسنانك قبل الوضوء وهذا قد تحقق به السنة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو لا أنا شق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء والعلماء نصوا على أن السواك يكون قبل المضمضة أو أثناء المضمضة مثلا وقبل المضمضة هو الذي يتفق مع يعني أصول المسألة هذه أفضل لك أفضل تكون قبل والفرشات لها حكم السواك إذا كان بنية أو تؤجل هذا بعد الوضوء تؤجل هذا بعده أما هذه الطريقة لا تفعل خشة على ورؤك بارك الله فيكم معنا خليفة فضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياتك الله خليفة فضل جزيلاك والله خير على هذا البرنامج وتسمحولي بسؤال نعم فضل سؤالي أنا اقتفلت من الجنابة طبعا في عندي على الحقيلات الطبي والتخييف الألم اللاثقة الطبي هذا النفوذ يجبك أسبوع عندي فاقتفلت من الجنابة وأنا أغتسل أو بعد ما خلصت من أغتسل ذكرت أن اللاثق هذا موجود فشلت اللاثق وغسلت المكان هو لأفر ما وصل الماء هذا الفعل الصحيح إن شاء الله زيك الله خير الله أحفظك يا خليفة تسمع شاء الله الرد نجي في هذا الشيخ سؤالي خليفة يقول أنه اقتسل من الجنابة مع وجود لاصق طبي لتخفيف الألم يقول هذا اللاصق يبقى لمدة أسبوع كامل على الجسد فيقول بعد أن اقتسلت ذكرت أن اللاصق موجود فيقول لازلته وغسلت مكان اللاصق فقط الحمد لله إذا كان الأخ السائل يقول غسلته بعد من تهت من الغسل مباشرة قبل تنشي في بدنه فلا حرج في ذلك أما إذا كان قد طالت المدة بحيث أنه انقطعت الموالاة بين العضو والعضو فلا يصح غسله في مثل هذه الحالة خاصة أنه ترك موضعا كبيرا في جسده فعليه أن يعيد الغسل ولو كان متذكرا لكفاء المسح عليه أو يتيمم بعد ذلك عن هذا المكان كما جاء في حديث جابر كيف هو شيخ المسح عليه المكان أو على اللاصق؟ بالنسبة لللاصق نعم يمسح عليه بنية يعني هو الآن عليه غسل جنابه وهناك لاصق تذكره فيمسح عليه يمسح عليه بنية والأفضل هو الراجح من قول أهل العلم أنه يتيمم بعد ذلك يتيمم عن هذا المكان الذي لم يصره الماء في الحدث الأكبر مرحبا بكم أحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة صلات نفض الشيخ يسأل عبر رسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجب تحديد السور التي سأقرأها بعد الفاتحة في الصلاة قبل الصلاة أم يجوز تغيير السورة أثناء الصلاة الحمد لله بالنسبة لقراءة ما زاد عن الفاتحة سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة ولا يلزم الإنسان أن يعينها قبل الصلاة ولا أثناء الصلاة فلو أنه قرأ الفاتحة ثم خطر على باله أن يقرأ سورة ثم غيرها قبل أن يقرأ لا حرج في ذلك ولو أنه لم يقرأ شيء لا حرج في ذلك بارك الله فيكم أفضل الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز الصلاة بإزار متقطع تحت الثوب الحمد لله الجواب دعم يجوز إذا كان الثوب يغطي هذه الأماكن التي تظهر فيها يعني ما بين السر أو الركبة ولا يظهر لونها من وراء الثوب لا حرج في ذلك والله أعلم بارك الله فيكم أفضل الشيخ أيضا يقول أمي عندها جلطة تنسى ولا تستطيع الوضوء ولا التيمم لأن الجسم لا يعمل من الجهة اليسرى وتنسى كثيرا فما الطريقة الصحيحة للوضوء والصلاة الحمد لله طبعا بالنسبة لها تتوضى الوضوء كاملا ويجوز أن يعامنها وأن يساعدها بناتها مثلا أو أحد محارمها على الوضوء هذه الطريقة الصحية إن عجزت وما استطاعت وشق عليها ذلك تنتقل إلى التيمم يقول لا تستطيع التيمم طيب وتستطيع بالماء يقول لا تستطيع الوضوء ولا التيمم حاليا وإذا كانت لا تستطيع لا الوضوء ولا التيمم ولا لا يمكن لأحد أن يوضعها مثلا تكون فاقدة للطهورين تصلي على الحالة التي يعنيها بارك الله فيكم أهل الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يقول إذا الشخص فقد الأمل لعدم حصوله على وظيفة لمدة ثمان ثمان أشهر تقريبا عنده أبناء وكثرت عليه الديون لدرجة أنه تمنى الموت لكن يقول الحمد لله أني توظفت الآن يقول وأفكر في فترة عدم عملي لماذا كان هذا تفكيري الحمد لله نعم لك أن تلوم نفسك وأن تقول لماذا أنا أرحقت نفسي وأكللت عقلي وشغلت وقتي في شيء هو بيد الله عز وجل نعم تلوم نفسك وتعلم الآخرين أنت الآن أخذت درسا على أن ما يعني سبق من هذه الأشهر التي قضيتها من دون وظيفة وأنت دخلت وتمنيت الموت كل هذا كان خطأا وما كان يبغي لك أن تفعل هذا لأن الأمور كلها بيد الله وأن الرزق محسوم كما أن الأجل محسوم وأن لله الحكمة البارغة في تأخير بعض الأشياء عن الإنسان لا سيما في باب الرزق وعطايا الله عز وجل متنوع ومتعددة ولذلك الله عز وجل اختار لك هذا الوقت لحكمة لحكمة يراها سبحانه وتعالى عموما تستغفر الله عما صدر منك وبدر وأيضا تجعل هذا الدرس في حياتك وتعلم الآخرين نعم بارك الله فيكم شيخ أمان أبو محمد فضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة أبو محمد فضل عندي سؤال في سجود التلاوة في الصلاة إذا أنا أصلي من طرد أو جماعة أكبر وأسجد وأرد أكبر ولا ما أكبر ونرى أراجع للسجود يعني لأن في إمام السيد قبل شفتنا كبر حقه بيوم قام ما أكبر ونحن يعني يوم صغر اللي نعرفه أن تكبيرتين يعني إن شاء الله شوف صح في الجماعة وفي المنفرد إن شاء الله شكرا سياك الله خير محمد تسمع شاء الله رد بعبدالله تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة كلام عبدالله تفضل طبعا طبعا كده إذا كنت آآ رايح أصلي ومتوضي بهذا القبل يعني ما زلت هذا حسيت يعني صالب محمد يقول بالنسبة لسجود التلاوة في الصلاة سواء كان الشخص يصلي في الجماعة أو من فرد فيقول هل يكون التكبير عند السجود فقط أم عند السجود وعند القيام أيضا من السجود الحمد لله حقيقة هذه المسألة فيها خلاف وفيها أقوال القول الأول بأنه لا يكبر لا في أول السجود ولا في آخر هذا القول الأول القول الثاني قال يكبر في أول السجود وفي آخره يعني لما يرفع من السجود القول الثالث يفرقون بين السجود التلاوة في الصلاة وسجود التلاوة خارج الصلاة فإذا كان سجد للتلاوة خارج الصلاة قال يكبر في أول السجود وفي آخر السجود وأما إذا كان في الصلاة فقال يكبر عند السجود لما يرفع من السجود قالوا ما يكبر لماذا؟ لأنه يعود إلى صلاة وليس يعود إلى غير صلاة بخلاف الذي يقرأ خارج الصلاة فإنه يكبر في الأول والآخر وهذه حقيقة كلها عليها أدلة وآثار عمم الأمر في هذا واسع ولا ينكر على الإنسان الذي يفعل هذا أو هذا بارك الله فيكم محمد شيخ صالب عبد الله يقول أنه ذهب إلى المسجد ومتوضع شارت يقول كان هو سواس بخروج ريح لم يقول أسمع الصوت أو أجد رائحة هل أعيد ألوضو مرة أخرى الحمد لله لا تعيد يا أخي الفاضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أشكل على أحدكم شيء خرج منه شيء أم لا فإنه لا يخرج من الصلاة أو إذا شك أحدكم إذا شك أحدكم أخرج منه شيء فإنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حتى يسمع صوتا بأنفه حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه هذا المعنى ولذلك أخي الفاضل هذا من الشيطان يريد أن يلبس عليك عبادتك ووضوعك وصلاتك فلا تلتفت إليه وأكثر من الاستعادة بالله تعالى من الشيطان الرجيم بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055 1688 رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة صلات هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول محكم قراءة البسملة في سورة الفاتحة والسورة التي بعدها للإمام الحمد لله بالنسبة للفاتحة حذركم من أكان الصلاة تجب على الإمام وعلى المنفرد وأما المأمون فتجب عليه في الصلاة السرية أو في الركعات السرية وفي الركعات الجهرية محل خلاف والراجح الجوب أيضا راجح أيضا الوجوب وأما ما زاد عن الفاتح فهو في سنة في حق الجميع سنة في حق الجميع أخذك يسأل أن البسملة في الفاتحة وفي السورة التي بعدها الفاتحة للإمام بالنسبة للبسملة سنة في الفاتحة وفي غيرها ولذلك الإمام يأتي بها في الفاتحة ويأتي بها في بداية كل سورة من السورة ولو تركها لا حرج عليه في ذلك برك الله فيكم يا فرسل شيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما حكم مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء الحمد لله هذه المسألة حقيقة خلافية والراجح أنه لا يشرع وذلك لعدم صحة الأحاديث الواردة في هذا ومن جملتها أن الدعاء لا يقبل إلا بعد مسح الوجه أو شيء من هذا القبل كل هذا لا يصح فيه شيء لا يصح فيه شيء وذلك يترك نعم برك الله فيكم يا فرسل شيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل المأموم في خطبة الجمعة يرفع يديه أثناء الدعاء في خطبة الجمعة الحمد لله بالنسبة له هدي النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة إذا دعا يرفع يديه في الاستسقاء فقط أو الاستصحاء الاستسقاء هو طلب السقية من الله عز وجل يقول اللهم أغثنا يرفع يديه والاستصحاء طلب الصح وإذا اشتد المطر وكثرة وحصل فيضانات أو شيء يدعو يرفع يديه أما ما سوى ذلك لم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام برك الله فيكم أفضل شيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة يقول في حال النسيان يقول الإنسان عوذ بالله لكن يقول في الآية القرآنية واذكر ربك إذا نسيت فيقول ما الصحيح الحمد لله الآية هذه يعني من أهل العلم وهو وجه أنه المقصود ليس النسيان للذهول واذكر ربك إذا نسيت المقصود فيه إذا تركت بعض أوامر الله عز وجل تعود فتذكر الله وتستغفر الله ومن أهل العلم نجعلها عامة في هذا وفي النسيان أنه إذا نسأل إنسانا يقول لا إله إلا الله سبحان الله مثلا أو يسأل الله عز وجل الإعانة على التذكر المعنى واسع في هذا بارك الله فيكم أهل الشيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمة أخ حسن فضل نعم تفضل أخ حسن على الهواء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته حياك الله حسن تفضل بارك الله فيك شكرا نززينا على البرنامج سؤال الذي كان في الطريق صليت مع جماعة لما دخلت المسجد في الطريق في الستيشن نعم لقيت الجامعة يصليوا العاشة ركعتين دخلت معهم صليت ركعتين وأنا لسا ما صليت المغرب فأكملت الثالثة صليت المغرب وفي نفس الوقت دخلت مجموعة بعد ما صليتنا دخلت مجموعة تنا بيصليوا المغرب هل ممكن دخلت معهم على نية صلاة العيشة وقعت في الركعة الثانية وبعد سلمت هل هذا الشيء مضبوط أو لا شكرا جزيلا زاك الله خير الله أحفظك خسن تسمع شاء الله الرد هياك الله شكرا بارك الله هياك الله هياك الله سؤال لخسن فأس الشيخ يقول في الطريق دخلت يقول معه صلي في المسجد وجدت جماعة يصلون ويقول نيتي أن أصلي المغرب فيقول الجماعة صلوا ركعتين فيقول أن أتيت بركعة ثالثة وبعد الانتهاء من صلاة المغرب دخلت جماعة أخرى رأيتهم يقول يصلون المغرب دخلت معهم بنية العشاء فيقول صليت ركعتين للمسافر فالركعة الثانية سلمت الحمد لله بالنسبة لك أخي الفاضل إذا كان يقصد الأخ صلاة العشاء كذا صلاة العشاء الأول فالشيخ صلاة المغرب يقول أنه دخل وجد جماعة يصلون وهو يريد أن يصلي المغرب فيقول أنه دخل معهم بنية المغرب فصلوا ركعتين يقول أنا أتيت بركعة ثالثة نعم صحيح لأنها صلاة المغرب هذا صحيح للصلاة الثانية الصلاة الثانية يقول أنه دخل بعد ذلك مجموعة يصلون العشاء المغرب أو المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء فيقول دخلت معهم في الركعة الثانية سلمت نعم الحمد لله عموما بالنسبة لما صدر من الأخ صحيح أما الأولى فأحسن حينما أتى بركعة ثالثة لأن صلاة المغرب لا تقصر وهذه هيئتها في الحضر والسفر وأما الثانية فهذه كون صلى خلف مسافرين لكن اختلفت الصلاة فيها خلاف بين أهل العلم لكن الذي يظهر والله أعلم أن يجوز إذا اختلفت الصلاتين بحيث هو يصلي العشاء ويصلي المغرب فيكتفي بركعتين كما نص على ذلك جم من أهل العلم برك الله فيكم أهل الشيخ وأحسن الله لكم يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول ملحكم في شخص دخل عليه وقت الصلاة ثم سافر بعد ذلك وصلها في السفر هل يصليها تامة أم مقصورة الحمد لله هذه حقق مسألة خلافية بعض العلماء يقولون الذي دخل عليه الوقت ثم سافر صلاة مقيم لكن الراجح القول الآخر وهو أنه ليس العبرة بأول الوقت وإنما العبرة بآخر الوقت ولذلك العلماء في قاعدة الحكم يبنى على الابتداء أم على الانتهاء فيها بحث طويل والراجح بأنه يصليها صلاة مسافر ركعتين حتى وأن كان دخل عليه الوقت وهو مقيم بارك الله فيكم أهو الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة يقول من عليه ديون ولا يستطيع السداد هل هناك أدعيات تساعد المسلم على أن يسدد ما عليه من ديون للغير الحمد لله لا شك بأن الإنسان أو شيء يلجأ إلى الله عز وجل ويدعوه سبحانه وتعالى بأن يقضي عنه الدين ومن جملة الأدعية اللهم نعوذ بك من الهم والحزن وعوذ بك من العجز والكسل وعوذ بك من الجمني والبخل وعوذ بك من ظلع الدين وقهر الرجان وكذلك يكثر من تعظيم الله وسؤاله ويكثر من الاستغفار هذا كله أشياء طيبة وعظيمة والأمر الثاني السعي أن يسعى ولا يتكل على الدعاء فقط وإنما يسعى في قضية الكسب حتى يسدد ديون الآخرين بارك الله فيكم فرصيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول ما حكم قول البعض مثوى الجنة لمن مات الحمد لله هذه الأمور التي يقصد فيها الانتقال إلى الدار الآخرة وإن كان بعض العلم يفرق بين المثوى والمأوى ويرى بأن المأوى في الخير والمثوى في الشر لكن يظهر بأن فيه تسامح في هذا ولا ينبغي التشديد فيه فمثوى ومأوى يظهر والله أعلم النهائي والله أعلم ولا حرج في ذلك مارك الله فيكم أحسن الله إليكم إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهات حلقة اليوم نشكر فينا هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن توصلكم معنا نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج كان معكم من تنفيذ الأرسال نصر صالح من الأخراج سيف الجبلي تقبلوا تحيات محدثكم السحاق عبداللطيف السلام عليكم ورحمة الله